اشتركوا في القناة وقام بقناة البرلمانية يوما قبل تنصيب رئيس الموريتاني المنتخب محمد الشيخ الغزواني رئيسا للبلاد خلفا لرئيس منتهي الولاية محمد العبدالعزيز صرح رئيس الموريتاني محمد العبدالعزيز بالقصر الرئاسي في نواكشوت بممتلكاته قبل نحو 24 ساعة من انتهاء مؤموريته وتنصيب رئيس الجديد محمد الشيخ الغزواني وقدمه العبدالعزيز التصريح للكاتب المقرر للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية المصطفى والعبدالله والسيدمو بحضور رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية في الحياة العمومية تأسلم الرئيس الموريتاني محمد العبدالعزيز رسالة خطية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وقال النائب البرلماني الفرنسي الذي سلمه رسالة جان جاك بريدي انه ناقش مع رئيس العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين ووصف المبعثة الفرنسية العلاقات بين الموريتانيا وفرنسا بالعريقة والقوية مضيفا انها لا تقتصر على المجال الامني فحسب وينما تشمل مختلف المجالات تنموية الاخرى وقعت غرفة تجارة وصناعة وزراعة اتفاقية تعاون مع ادارتي ميناء انواك شوط المستقل المعروف بميناء الصداقة والشركة الوطنية للصناع والمناجم السنيم ويقول المواقعون على هاتين الاتفاقيتين المواقعتين بمبنى الغرفة في العاصمة واك شوط ان الهدف منهما هو تكوين اليد العاملة بالميناء وبشركة سنيم من اجل ان تكون مؤهلة لمواكبة الطفرة التي شهدها قطاع الموانئ والمعادن في البلاد يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجزين ونشراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الغيرة على الشاشة الرابعة نشراتنا اخبارية بحول الله الى اللقاء اشتركوا في القناة